موجز الاخبار من المحور اهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والامن الافريقية التي انعقدت لبحث الازمة الراهنة في السودان وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الافارقة واكد الرئيس السيسي الاهمية القصوى للتنسيق الوسيق مع دول الجوار لحل حالة الازمة بالسودان باعتبارها الاكثر تأثرا بها والاكثر حرصا على انهائها في اسرع وقتا المزيد في سياق التقرير التالي شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والامن الافريقي التي انعقدت لبحث الازمة الراهنة في السودان وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الافارقة وعلى رأسهم الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية اوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والامن بالاضافة الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وامين عام جامعة الدول العربية وسكرتير عام منظمة الايجاد ومبعوثة سكرتير عام الامم المتحدة للقرن الافريقي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان قمة مجلس السلم والامن ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد في السودان والتنصيق بين كافة الاطراف المعنية لوقف اطلاق النار وتعزيز الممرات الانسانية والعودة للحوار السلمي وقد ألقى السيد الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس يوري موسيفني رئيس جمهورية اوغندا الشقيقة ورئيس مجلس السلم والامن الافريقي أخي فخامة رئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة ورئيس الاتحاد الافريقي أخي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أصحاب الفخامة السيدات والسادة أود في البداية أن أعرب عن التقدير لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق إن اجتماعنا اليوم يحمل بالإضافة إلى أهمياته السياسية قيمة رمزية بتأكيد استمرار الشراكة بين الأطراف الافريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية للعمل معا نحو سودان مستقر وآمن السيدات والسادة لعلكم تتفقون معي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة ومن هنا تثمن مصر جهود مفاوديت الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس المفاودي موسى فقيه للتعامل مع الأزمة السودانية والتي كان أبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري يوم 20 إبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر ويأت اجتماعنا اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت سياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بمماثل خطة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدائم الحالي السيدات والسادة إن الجهود المبزولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت كمتها الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية للتعامل مع الأزمة وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة وهي المسارات التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض وتؤسس تخارط الطريق للعملية السياسية تعالج جزور الإشكاليات التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة لجميع أطياف الشعب السوداني وتؤكد مصر في هذا الصدد الأهمية القصوى للتنسيق الوسيق مع دول الجوار لحل حالة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت لقد طلعت نصر بمسؤوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان من خلال تكسيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقت معها أهمها أولا ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية ثانيا وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار ثالثا إن النزاع في السودان هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورانا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلي وهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة رابعا إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي 5 ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين وأدوا في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاستمرار في الاطلاع بهذا الدور السيدات والسادة في الختام أود إعادة تأكيد استمرار مصر في بزل كل الجهود من نهاج الإنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور الأشقاء العزاء أثق كل الثقة أن اجتماعنا اليوم ستظهر عنه النتائج التي يأمل فيها الشعب السوداني من أشقاه الأفريق والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه كما تضامن السودان مع أشقائه خلال المراحل التاريخية المختلفة وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم لمناقشة صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلسات لجان الحوار لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية كما قرر مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم تشكيل لجان صياغة المقترحات على أن تبدأ عملها خلال الإسبوع المقبل بعد اجتماع المجلس وكان المنصق العام للحوار الوطني ضيارة شوان صرح بأن مجلس الأمناء قام بإقرار جدول أعمال جلسات الإسبوع السالس للحوار الوطني وذلك عقب التشاور مع مقرر العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق الرابع من يونيو أكد وزير الداخلية السيد محمود توفيق حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولية في ضوء التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية جاء ذلك خلال استقباله المفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوافد المرافق له إلى زيارته الرسمية لمصر للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك من جانبه عرب المسؤول الأممي عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية في استقبال اللاجئين وتقديم كافة أطر الرعاية اللازمة لهم مؤكدا حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية شهد وزير الصحة سكان الدكتور خالد عفار اليوم توقيع مذكرة تفاهو بين الوزارة وشركة روش السويسرية المتخصصة في مجال المستحضرات الحيوية وذلك لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد وأوضح وزير الصحة أن مصر تشهد طفرة في تطوير وتحديث البرامج العلاجية لسرطان الكبد ضمن الجهود الرامية لتحقيق العدالة والمساواة في توفير أفضل وأحدث العلاجات العالمية مؤكدا أهمية مواصلة بناء القدرات الوطنية والوصول بها إلى أعلى المستويات بالتعاون بين الخبراء المصريين وشركائهم من الجامعات والمعاهد البحسية ومراكز علاج السرطان في العالم لبناء منظومة قياسية متكاملة في التشخيص والعلاج أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنى عن بدء المحافظات اليوم في تنفيذ مرحلة الثانية من الموجة الحادية والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى السادس عشر من يونيو القادم وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزمة لكافة أشكال التعديات على أراضي المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لرضع المخالفين وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومدريات الأمنة وخوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحادية والعشرين بكل حسمة وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات